كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقيات تهنيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المباركة وخلال البرقية بعث وزير الداخلية وهيئة الشرطة أسمى عبارات التهنيئة مقرونة بأصدق الأمنيات للرئيس السيسي راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وبهذه المناسبة أكد وزير الداخلية عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء وتقديم كل غال ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته ومكتسبات شعبه العظيم وتدعيم ركائز الاستقرار لبلوغ خطة التنمية مدارج السداد والتوفيق كما بعث وزير الداخلية برقية تهنيئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب معربا عن أصدق الألمنيات لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعا حتى نواجه التحديات وننتصر إرادة هذا الشعب العظيم في معارك البقاء والبناء والنماء وبعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنيئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ متمنيا لمؤسساتنا التشريعية العريقة دوامة توفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنيئة لرئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي مشاددا على أن هذه المناثبة العطرة نستشفئ منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء هذا وبعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنيئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مؤكدا أن احتفالنا بعيد الأطحى المبارك في كل عام يعد رمزا متجددا لبذل المزيد من الجهد والعطاء كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنيئة لكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معربا عن خالص التهنيئة وأصدق الأمنيات هذا وبعث وزير الداخلية برقيات تهنيئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ولفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنيئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والغفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية